أنا ما بدأت رايزب كان عندي 25 سنة من 10 سنين يعني السنة دي 10 سنة فأنا مقدرش أقول لك أن أنا وقتها كنت عائل أوي يعني بالعكس كان بقيت 3-4 سنين متخرج الناس كتير ممكن يكونوا ساموا عن الإنجاز اللي هو عملوا بس معظمنا ما يعرفش هو ابتدت زي ابتدأ يجرب نوا في الجامعة اشتغل في حاجات كتير اشتغل في حضانة في مطعم في سينما في معارض مدرس انجليزي جرب حاجات كتير لحد ما يسر بقى عنده أكبر معرض للشركات النشأة في مصر والشركة الأوسط أعتقد أن فيه شركات كتيرة قوي مدينة اللي راجل دوت أنه كان سابت في نجاحها عبد الحميد شرارة ممكن يكون من أكتر الناس المتزنة ومتصالحة مع نفسها اللي قابلتهم في حياتي تعالوا نتعرف عليه أكتر من اسمها قصته أنا شادي شريف وده جروتاكس عبد الحميد شرارة أهلا بيك معنا في جروتاكس أهلا أهلا وشكرا أنتم صدفتوني وفيري فيري اكسايتد بنوارنا أنا كمان مبدايا كده في الأول تقدر تعرفنا بنفسك الناس اللي ما تعرفش عبد الحميد شرارة دينا فكرة كده اسمي عبد الحميد شرارة كوفاوندر سيو رايزب احنا شركة هدفها الرئيسي ان هو يوصل لشركات الناشأة أو الستارتابس بكل الموارد والريسورس اللي بيحتاجوها بنعمل ده عن طريق برامج لتطوير البنية التحتية والإيكوسيستم بتاع راية العمال ومؤتمرات زي مؤتمر رايزب اللي هو بيحصل كل سنة في ديسمبر بيحضره أكتر من حوالي 10.000 حد في بقى كل الإيكوسيستم بتاع الستارتابس بتاع مصر والشرق الأوسط اللي نعرفه عنه ده أكبر معرض في مصر والشرق الأوسط بالضبط هو سامت فجزء منه معرض وجزء منه مكان بيتواصل فيه شركات الناشأة مع المستثمرين وجزء منه ستيجز كتير قوي فيها كونتنت زي اللي احنا بنحكي ده ما بين كرياتيف سكتر والتكنولوجي والكابتل ومينلي بيحاول فيها الشخصيات اللي نكحت إن هم يوصلوا إيه لحاجات التعلموها حتى من النجاح أو الفشل في العمل وشوفت أنت قصص من دولة طبعا كتير قصص نجاح وفشل يعني عشر سنين طبعا بس حاجة بعرف الأول إيه الباكراون بتاعتك تخرجت في جامعة إيه ات طبعا هذا سعيد أنا خريج إجليزي عن شمس دي حاجة cortar ما CEوا يستغربها درست قانون واعت في جامعة حصانين وكنت يعني من الناس شاطرة في الجامعة ألاقص الحصول أنت كنت عدى جامعة بحب سعد أوقص pasóي لأرشادة التطلبية وكنت رئيس تحدي الطلاب بتاع الجامعة وبعد كده كنت مازك حاجة اسمها اللجنة التنظمية العليا لاتحادة الطلاب في مصر. وبعدين في الجامعة دخلت مبادرة لمؤسسة اسمها إنجاز بتعلم الناس ازاي يبدأوا بيزنس. واكسبت طب سي او في السنة دي ودي عملت مين شفت كمبليتلي ما بين ان انا كقانوني اطلع بقى اشتغل محامي او في النيابة العامة زي زمالي او في الخارجية وكده واي شفت كمبليتلي الى ريالة الاعمال والديبلوبنت ان جانرال وبعدين اشتغلت تلات سنين في التدريس ما بين في ليدرشب سكيلز ومانجمنت سكيلز في احد شركات الكبرى وبعض الجامعات في مصر. وفي 2013 اشتغلت في انجاز اللي انا كنت اتضربت فيها ومنها شفت بقى الجاب او الفجوة اللي موجودة في مجتمع ريالات الاعمال وقتها انه محتاجين مكان يجمحهم كلهم عشان يبان اصلا ايه اللي بيحصل في الايكو سيستم ده في مصر. اهلك ما عرضوش خالص التحول لتعملت من الحقوق اللي مجالتين. لا كل الناس عرضت صراحة كل الناس طبعا هم بيعرضوا كانوا الاهل دائما بيعرضك بس في نفس الوقت بيدي لك اموشنل سبورت. فانا طول عمري لحد ما بابا الله يرحمه التوفى هو كان مثل اللي على وحتى لقان يعني وبعدين الاموشنل سبورت اكتر حد والدتي كانت بتزوء اكتر حد يعني اللي هو هما الاتنين يعني انت المهم انت بقى مبسوط وناجح وبتحب اللي انت بتعمله وبتكبر فيه وبتتعلم عن المجال نفسه يعني بس طبعا كان كل حواليه شايف انه انت ليه بتعمل كده او اتسايب جامعة خصوان انت شاطر كمان كنت في الجامعة ونيابة عامة او ممكن تخش حاجات زي دي ناس شايفة انه ودي شغلات محترمة جدا يعني ناس بتمثلنا سواء في الخارجية او في النيابة او المحامين اللي في المكاتب المحامية الكبيرة جدا ناردة اشتر محامين في مصر الحمد لله من دفعتي في مكاتب كثيرة دولية يعني بس انا كان طول عمري بحب الفارق وانزل وغير ونعمل حاجات مختلفة فكنت دايما بحاولة اسمع الكولينج اللي جواي ده اكتر من انا اسمع الصوت اللي بيقولي امشي الصوت ده صوت العقل والكولينج ده جاي بالجاد فيلينج عقل والكولينج ده كان الاتنين اكشي لانه انا دخلت انجاز ولقيت انه مش بس حابب فكرة ريادة العمال وانك تطور منتج او تخلق حاجة ما كانتش موجودة وتبقى موجودة في الحياة لأ كنت الحمد لله بجيت فيها وبنجح فيها وكسبت المسابقة وكده فحسيت انه ده اختبال عملي للي انت بتتعلمه في الحياة عمتا في يبقى احسن تسمع في حاجة زي دي اكتر من تاني والقراية طبعا صراحة فكرة بالقراية وان الواحد دايما بيقرا وبيخش اونلاين مش لازم حتى تراه بتفتح قوي بتبقى عندك اعلى بكتير قوي من حاجة فانا الحمد لله وثاقت في الكولينج ده وكان احسن حاجة حصائتلي في حياتي طب الحمد لله بس ببقى الضغط جامد ان انت كل الناس بتقول لك لا كل الناس بتقول لك فكرة ان انت تاصق في القصة دي كملت بقى عليها في حياتك كلها يعني دايما بتيجي تخش في موضوع دايما تلاقي فيه خلائها جوا بالعكس بالعكس انا ما بدأت رايزاب كان عندي 25 سنة من 10 سنين يعني السنة دي 10 سنة فانا مقدرش اقول لك ان انا وقتها كنت عائل اوي يعني بالعكس كان بايت او 4 سنين متخرج انا اتعلمته من فكرة ان الواحد يسمع ناس كتيرة بتقوله وتعمل ايه وما تعملش ايه ان هو اول حاجة لازم ينصت ينصت لحاجة زي كده يسأل نفسه هما رأيهم ده هل هو بسبب معلومات فعلا حياة ولا بسبب ان هما متعودين على كده او ان هما شايفين ان ده الطبيعي كده لان انت النهاردة لما بتشتغل في اي حاجة ليه علاقة بالابتكار او ريات العمال بيبقى دايما اتفكر بشكل مختلف فانا اللي وصلت له ان هما كان وقتها بس الناس كلها شايفة ان ده النمط الطبيعي العادي وانا ما كنتش عايزة اسلك النمط الطبيعي العادي انا عايزة اسلك نمط تاني بس في حاجات كثيرة جدا جدا من حياتي لا بالعكس بسمع للخبرة والناس اللي عندها خبرة في حل مشاكل معينة للو في الاغلب 80-90% بيكون رأيهم وهو اللي صح انما في الحد دي بس بالذات كويس اول فرق ان انت تتفرق بين حاجتين دولار ساعة بالذبت بالذبت شمش في ناس تقولك انا دايما همشي وراء قلبي بس بالذبت وبيخبط لانا رأيي ان الشخص المتزن هو اللي بيحكم ما بين قلبه وعقله على قد ما يدر اوكي لو رجع بيك الوقت كنت تدرس حقوق برضو ولا كنت تدرس حاجات اخرى لا كنت هدرس بيزنس كنت هدرس ادارة ادارة اعمال لان انا في رأيي من اكتر الحاجات اللي انا فتقرتها لما كنت ابدأ بيزنس هي مثلا الفاينانس والبيزيكس تاعت الماركتينج والحاجات دي كلها في الطريق بازلت نقود كير قوي او 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 اخد كورس وقريات كتب بالعشرات يعني والمئات من الكتب عشان اقدر اوصل لحاجات بيزيكس قوي حد بيتعلمها في الاخر دي كانت تبقى مفيدة جدا وسهلت عليها الدنيا بس برضو في نفس الوقت في ادارة البيزنس اكتر حاجة ممكن تعلمك ازاي تبدأ شركة انك تشتغل في شركة بتبدأ شركة ناشا او تبدأ شركة نفسك طبعا انك تشتغل مع حد بيبدأ ستارتوب او بيبدأ اسمي بتشوف الحاجات اللي مش موجودة في الكتب خالص ولما بتبدأ انت بنفسك بتعيش الحاجات دي فهي لاس ريسك ان انت تتعلم معا حد وريسك اعلى بكتير قوي ان انت تتبقى معا حد لان انت تبقى نفسك ممكن تلاقي نفسك فشلت وخسرت كل حاجة وتقدر بقى ساعتها تبتدي من الاول وتعلم من الفشل ده بحكم بقى رحلتك في كسة رايز اف دي شفت كصص نجاح وكصص فشل كثيرة جدا ايه اللي بيخلي حد ينجا وحد يفشل ده سؤال طبعا ملوش اجابة محددة كل حد وليه فلسفته وليه انت كواب زيرفر كنت خبرته او هو شاف ايه بالضبط انا كنت شايف ان في بعض القيم المعينة او طرق التفكير الماينسيت المعينة اللي بتفرق حد عنده نسبة او حظه احسن في النجاح من حد تاني لانه في الاخر انت ممكن تعمل كل الحاجات دي ويبقى مثلا لو احنا بنطبق على مجال اللي حد يبدأ مشروع يبقى بتعمل مشروع في وقت غلط مثلا سابق وقته كثير جدا جدا وده حصل كتير اوي 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 انا قابلت شركات زي اوبر وكريم في مصر في 2011 وكان كل الناس شايف ان الناس دي بتهرج والفكرة دي مستحيل تتعمل بعد 2011 او 2012 او 2014 بتده يخش حاجات زي اوبر وكريم وكان وقتها فعلا محتاجين لانه كان ساعتها البانكينج والانلاين بقى اقوى وكل حاجة بقت اقوى فسهلت على شركة دي معين الناس دي عملت الحاجات اللي انا شايف ان هي ممكن تعزز من فرص نجاح شخص واحد رؤية زي ما كنا نتكلم أنا مؤمن أنه لو الشخص القائد أو أي حد في حياته ما عندهش مهارة أنه هو يتخيل مستقبل ويتخيل مستقبل معناها أنه هو يشوف صورة حقيقة من الواقع اللي هو فيه النهاردة ده بس أحسن أو أفضل صورة أنه هو يرسم بمعنى صح الحاجة اللي هو نفسه إيز ده بقى على كل حاجة لو إحنا في شركة الفيجن بتاعت الشركة فين كمان خمس سنين لو أنا النهاردة شايفت ما شاء الله أنتم استضافتوا رياضيين يعني إحنا كلنا من أسباير وفخرين بيهم أن هي أو هو شايفين نفسهم نمبر وان في المجال ده أن هي تكسب البطولة الفلانية أو أن نوع التمرين المعين اللي محتاج أن هو يوصل له فأنك تشوف ده أولا بيدي لك وضوح للرؤية ده رقم واحد رقم اثنين بيخليك متحمس أكتر أكتر كتير من طبيعية أنا كنت حاجات لك مرة قبل مؤتمر رايزة اللي فات كان معمول على الأهرام وكان وقت قليل جدا عشان نحضر والبروجيكت كان كومبليكس جدا 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 وفيه كمية معلومات مش طبيعية أنا مخي ما كانش قادر أنه هو يستوعبها والفريق كان كله أوفرولمت أنا عدت فعلا لتريلي يعني عدت كده في الواحدة شوية توفيت النور وعدت أتخيل المؤتمر وهو بيحصل وهو بيحصل بالضبط من أول ما حد دخل لحد آخر لحظة وشفت وكله زي ما هو ده حمسني وقداني وضوح للرؤية ووراني مشاكل وأحداث ممكن تحصل دنتفداها وفي نفس الوقت ساحل علي من مأمورية أن أنا أشرح للناس إيه هو الإيفنت أو هنعمله إزاي والحاجات دي كلها ففجرة الرؤية دي جزء كبير مهم جدا والشخص لازم يكون يعني بيثقف نفسه على قد ما يقدر عشان يقدر يوصل للرؤية كويس وممكن حد يقولك أنا عندي رؤية بس الرؤية دي مش معندهش معلومات كفاية إن هي دي تكون رؤية في الاتجاه الصح أو الاستراتيجية الصح فده رقم واحد موضوع الرؤية راديين عم باتا عند الانتروفيو كان مع رانيا أو مع فسانت قالوا لا ده جزء كبير قوي من تمرينهم كان إن كان عشان يشوف نفسهم إنهم بيحققها أو الهدف أو عشان حتى يحصلهم هيلينج أو ريكوفري من إصابة ما فيما كل حواسك طبعا ده هما قدرة من القصة دي كل حواسك لما تتخيل حاجة بجد وتؤمن بها كل حواسك بتحرك بس فعليا بقى على الجانب العملي هي بتوضح كل حاجة وبتسهل عليك الدنيا عارف الظبط كأنك بتقول لحد تريد تروح من هنا لوسط البلد هو لو مش عارف وسط البلد دي ومش عارف السكة مش هايتوه إنما لو شافها قبل جده خمسة آلاف مرة بتحسن كذلك لو أنت بتعرفش الجون فين هجيب جون هجيب جون فيها حتة بالزبط دي أول حاجة رؤية الرؤية دي واحد رقم اثنين هما في الآخر منظومة قيم فرقم اثنين الهدف ودي حاجة زي ما كنا بنتكلم في ناس كتير أوي بتبوازها يعني في التفكير ويقول لك you have to have a purpose ولازم عندك why ولازم وكده لو موضوع أبسط كتير جدا لو نتكلم على المستوى الشخصي الفكر بس إن الشخص بيسأل نفسه من غير ما يحط على نفسه براشر أو ضغط كبير إنه هو موجود ليه وإيه هو السبب أو إيه هي قيمة المضافة اللي هو بيضفها سواء قيمة المضافة دي ممكن تكون سعادة أسرة صغيرة جداً كبيراً مضافة ممكن تبقى في الزب يعني أنا شايف أنا شايف مثلاً يعني دلوقتي في الحياة عندي الحمد لله بنت سنتين من الحياة في الحياة لوقتي كبير جداً جداً مش سهلة عايزك تسهل هل نتقول لنا سهلة زي زي ما قلت أول حاجة تشيرنا على نفسك الضغط تماماً من أن أنت لازم يبقى عليك هدف أنك تغير العالم بالعكس في ناس فعلاً الهدف بتاعها بيبقى أنه غير وبيعرف ده زي الناس اللي بتبقى قاعدة في منظومة معينة أو في حياة معينة دايماً بيبقى حاسس مش مفتاح كده وعايز يعمل حاجة وكل ما تقعد معي أخبارك يقول لك أنا عايز أفتح كذا وعايز أعمل كذا ونفسي أعمل مشروع الفلاني ونفسي غير في الشركة أحسن ونفسي طب ليه إيه اللي مقافك هنتكلم بقى في إيه اللي مقافك بعد كده بس الحتة دي بتاعت الماينسيت نهو يضيف عمتا ده أول مفتاح أنتك تعرف رقم اثنين طبعا أنك تسمع بيقولك listen to the universe يعني أنك تسمع تشوف الدنيا بيجي لك رسائل كبيرة جدا أنا نهار ده لو ما كنتش سمعت ماي هارت أو الدنيا أن أنا مش محامي أو قانوني وأن أنا ممكن أعمل حاجة تانية وما ديتش نفسي فرصة أن أنا أتجرب فأنت لازم تجرب لازم يعني حتى الناس اللي بقابل كتير ويص متخرج بيقول لي أنا مش عارف البيربيس بتاعي يقول له مش مطلوب منك تعرف من البيربيس تاع ده لاتي مطلوب منك أنك تجرب أنا اشتغلت الأول مدرس English conversation في مكان ما اشتغلت admin اشتغلت مدرس حضو أنا كنت أحب الأطفال جدا اشتغلت أشر في events كتير جدا جدا وانا في الجامعة واحد صاحبي كان بيفتح مطعم رحت وقفت معاه حد من أصدقائنا العيلة كان بيعمل سينما رحت عدت جرب حاجة كتير جدا جزء طبعا أنا كنت أبقى independent كشاب يعني معتمد على البيت مع أن هما هدف عندي وجزء تاني أنا أفهم نفسي فطبعا التجربة من أكتر الحاجات التي تساعدك تعرف الـ purpose بتاعك ورقم ثلاثة طبعا إسهل نفسك أنت بتحب ومش لازم الـ passion يكون برضو أن أنا بحب الرسم بأن purpose بتاعي الرسم لأ أنت بتشدي ليه ده مفتاح بيوريك حاجات بس جرب أو ما الشغف بتاعك أن أنت تشوف الحاجة التي تعملها ولو تبص في المفتاح ساعة واحدة بعد كيف تبص ليه الساعة خمسة تلاقي نفسك أن أن الوقت سترق دي أكتر حاجة أن تبقي شغف بها فعلا زي الحب عملا يعني أنا شايف شغف أحد المفاتيح بس المفتاح الرئيسي يمكن التجربة في رأيي لو نقول أكتر حاجة أنت ممكن تعرف هي purpose تعك أن تجرب لحد ما تحس أن purpose ده شيء موجود حسنا قلنا كده رؤية وقلنا هدف أو purpose رقم ثلاثة values قيم ودي حاجة أنا شايف أن للأسف ناس كثير بتنساها القيم هي معنى صح المبادئ اللي أنت بتؤمن بها في طريقة تعاملك مع الناس الكولتشر اللي أنت بتعيشها عامة فأنا مثلا عندي قيمة التعاون دي قيمة أساسية جدا 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 في الشغل بتاعي وفي حياتي عامة فأنا شايف أن أنا أتعاون مع اتعاون مع بزنس ثاني أو أتعاون مع شخص ثاني 1 plus 1 equals 11 زي ما بيقول فدي قيمة أساسية جدا وناس كراوي بتفتكر أنه هو بيقفل على نفسه ويكمبيت مع 10 15 حد ده أسهل بكتير في بعض الاندستريز ممكن يكون ده صح بس في الأغلب أن أنت لما بتتعاون بتتعلم أكتر بتجت اكتر وفرصك في النجاح بتكون أعلى ولو عايز تعمل نجاح شخصي لوحدك بعد يعني النهاردة في فرص كتير جدا جدا بتيجي قدام الشخص والناس كلها بتفتكر أن الفرصة اللي قدامك دي هي فرصة العمر وده حاجة يعني خلال خلال مستحيل يكون ده حيي مفيش حاجة اسمها أن الفرصة دي هي فرصة العمر لو انت الشخص اللي وقعت قدامه فرصة زي جولدن في حياتك ده معنى انت هتلاقي فرص زي دي كتير تانية فيه ناس عشان بتبعي هاي دي الفرصة بيحس نوع فرصة وحيدة فممكن لحد ما يعمل أو يشتغل عليها ويحاول يحققها بأي طريقة وده مش صح لازم فيه نوع منواع النزاهة والشفافية وان تتعامل بأدب مع الفرصة وتراعي الناس اللي حواليك في التنافس على الفرصة مش معنى ان انت تعمل اي سبيل أو وسيل عشان توصل أو تحقق الفرصة دي ده في رأي مبدأ بالعكس بقى يعني ربنا بيساعدك اكتر بكتير جدا ان انت تحصلها ولو ما حصلتش دي فرصة دي بتبقى معنى ان فيه فرصة احسن بالنسبة لك بس تعاملها صح بأدب وبإحسان احسن ما تعملها عارف ميكافيلي ستايل بيمنى كلمت على النجاح اختل الناس بتختلف على تعريف النجاح ايه تعريف النجاح بالنسبة لك تعريف النجاح دايما في حتى التعريف نجاح معاي أكس كتير وفام بس بالضبط وده ممكن يكون بالنسبة عشان كاف شايف انه فعلا كل حد وليه تعريف للنجاح بتاعه هو الفكرة كلها هو عايز ايه من الدنيا وهل هو نجح في تحقيق ده ولا لأ وفي الاحوال او في الاوقات اللي هو ما بينجحش ان هو يحقق ده هو تعامل مع الفشل ازاي يعني اكبر انواع النجاح هو تعاملك مع الفشل انا بفكر كذا مرة كذا مشروع قد حاول اعمله وما عرفتش وافتكرت انه ان انا لما ادايق لو ادايقت ويقست او ادايقت وغضبت او ادايقت وفكرت بقى بشكل ان انا انافس الشخص اللي هو خد مني الفرصة دي او ان انا كنت السبب في النهاية محصلتش في الاخر تعاملي مع الفشل او عدم تحقيق شيء ما اه الماينسب بتاعته دي لو انت تحولته لحاجة ايجابية ده في حد ذاته نجاح اه فانا بالنسبة لي تعريف النجاح ده كل حد من حقه ان هو يعرف النجاح ان انت تكون ريزيليان حتى انت تكون مرن اه انا بالنسبة لي النجاح ان انت انت تكون بتضيف قيمة للمجتمع اللي حواليك وفي نفس الوقت عندك رضا يعني بتنجح على مستوى الشخصي بس عندك رضا على الايجابي وعلى السلبي والرضا هنا مش معناها عدم الطموح اطلاقا بس كنت سأل لك العلاقة بين الرضا والطموح ده سؤالي ماف مايه الرضا مش معناها عدم الطموح الرضا معناها انك تكون راضي في الاخر انك بعد ما ساعت وتعبت واشتغلت وخدت بكل اسباب واتحركت كفريق عمل وحاولته وجريته ناحية تحقيق الحلم او الهدف او الرؤية اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي وفي الاخر النتيجة ما كانتش النتيجة اللي انت عايزها ده مش معناها ان انت فشلت او ممكن تكون فشلت في تحقيق النتيجة بس تعامل الاشخاص معها بقى عدم النجاح ده وانه هو يكون راضي وفي الاخر مش معناها انهم ما ازعلش بالعكس ازعل جدا 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 طبيعي جدا ومسحف بعنا في احيان كتيرة كمان بس زيادة منه وحش بس خلاص ياخد وقته وياخد وقته التالي بقى افكر في بعد كده اعمل ازاي بمنك برضو تاني انا لازم استغل لصي موضوع اللي انت عملت مع ستارتابس كتيرة بالعجس تقدر تقول نسبة من كمانت الستارتابس اللي انت شفتها نسبة النجاح من فشل الناس حتى بتستغرب قوي لسؤال كويس قوي الناس بتستغرب الستارتابس في الوقت الحالي لو بنتكلم على اسباب النجاح مثلا فريق العمل فناس كتيرة جدا جدا عندها تكنيكل سكيلز كبيرة وعندها فيجين وعندها بروداكت قوي جدا بس مش قادر يعتراكت ناس تشتغل معانه ان هو يحقق الهدف بتاعه ده فما ينجحش ففي الاغلب تسعة من كل عشرة بيفشلوا وبيقفلوا والناس اللي بتبقى خلصت السايكل بتاعتنى هو قفل شركة دي في الاغلب في المرة اللي جاية هيبقى اخوب كتير جدا من اللي فاتت لان هو شاف مشاكل ودحديات كثيرة جدا غيره لسه زي ما انتفقنا غيره لسه ما شافهاش ولسه ما خدش الريسك ده فده دي نسبة في كتاب كنا نتكلم عليه جوا برضه اسمه ستارتاب نيشن صح بيقولك ان انت لو واحد كعمل ستارتاب وفشل صح بيقدم على فكرة جديدة وواحد تاني لسه جاي معاه بيقدم على فكرة اول مرة الفرص اللي فشل اول جيلي بان هو بيقبلوه اكتر لانه فشل وشاف الفشل نفسه عامل ازاي مية ودي فورصة يعني انتو بتطيح لينا كمجتمع ريالة عمل نحن نبقى قدام الناس في حاجة زي كده في قصص كثيرة قوي بتاعت تظهر بشركات دلوقتي خاصة في ظل الوضع العالمي الاقتصادي ريالة العمل بتتأثر والتكنولوجي والفانتر كاب تتأثر قوي فاحنا لازم نتقبل ان في شركات بتقفل وده باي ديفولت او باي نيتشرا او باي دزاين شيء موجود جدا وهي الفكرة كلها ازاي الناس دي تتعامل مع الفشل وزاي احنا حتى بنحطمهمش يعني مش معناها ان انت قولي ناس كلها يفشلوا يعني ده مش دي رسالة لما نقولها الناس بالعكس ويالله جماعة كله يفشل وكده لا مشكلة خالص يعني انت بحاول تتجاه بس وارد ان انت تفشل بالزبط بالزبط فيه حد بتذكوره وكده طبع ليه حاجة زي كده عمل حاجة وفشل وعمل حاجة تانية وفشل لحد ما فيه ناس كتيرة جدا بدأت شركات يعني انت لو قعدت مع اي حد شايفه ناجح في الاغلب هتلاقي عنده قصص فشل كتير وده يعني انا ما قابلتش حد في حياتي ممكن انا قابلت وده فعلا عشان الايكو سيستم او البيئة البنية التحتية بتاعت البزنس ده في مصر بقالها 10-15 سنة فمحتاج شوية وقت انا ستيل في رأي ان هو من احد يعني حتى الان من طب ثري في الوطن العربي مصر مصر وصعودية والامارات في افريقيا مصر ونيجيريا وكينيا فمع كل التحديات دي والشباب دول لسه قدرين ان هم يبقوا في الطب ثري في التلاتة دول فرأيي ان ده دليل انه مصر اولا يعني فيها كبير جدا واحنا نفسنا كشباب مصري عندنا البتانش ده والمقدارة دي نحن نحقق حاجة زي كده بني ادم دايما كده بيحب يبعل نفسه حاجة جزرة اللي هي حاجة تجري عشان تخليك ان انت عايز تكبر كل يوم عايز تنمو كل يوم وصفتك بقى راجل كنت استدريب وتنميت مهارات وكده ايه الحاجة اللي تخليه واحد كل يوم عايز يبقى احسن من اليوم اللي قبليه الحاجات اللي يقدر يشتغل فيها على نفسه يعني محتاج ايه ديسبل معين روتيني حافظ عليه يعني انا برضو رأيين هي بتفرق من حد لحد طبعا ودايما بحاول اقول لناس انه الاجابات دي بتفرق من حد لحد عشان الناس ما تخدش الكلام زي ما هو ويطبقوا زي ما هو يقولك ده اشتغلت او ما اشتغلتش فانا بالنسبة لي كان دايما الدايرة المقربة اللي هي اكتر حاجة بتتحمسني وحبي للمجتمع اللي انا فيه فانا طول عمري والدي والدتي واخواتي ودلوقتي زوجتي وبنتي جزء كبير جدا ما انا بشوف طب انا نفسي انهم يعيشوا في الدنيا احسن في مكان احسن في حياة احسن فده بيديني دافع ان انا انجح او او اصحى كل يوم يقول ده او بتصحى يوم مثلا انت حاس انت مش قادر خلاص وكده ده ممكن بيذكرك او بيفكرك بليه انت بتعمل بس انا شايف انه انه في نصيحة للصراحة ريسنت اللي تعلمتها فريت معي اوي 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 كيف سؤالك جاي اه فريت معي اوي 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 في فكرة ان انا وصحيت الصبح مش قادر اعمل ايه يعني صحي الصبح انا مالبقى بتكلم في حماس ويالله وفيجين وكده فيه ايام بتصحى كلنا مش قادر امسك التلفون مش قادر اعمل حاجة ريح رايح خالص وما بيش حاجة يعني مهما كان تقول بقى وراية ضغوطات كذا وكام من كله الاخر انت لو خدت جزء من الراحة ده بيشحن شوية واسمع على جسمك واسمع على نفسك وساعة لت جو عن بعض الاشياء يعني انا ريسنت لي بتايت ببص على الحاجات اللي هو انا مش قادر اكتر من كده لأ لت جو عن بعض الاشياء اه ممكن اعملها بعدين ممكن ما عملهاش ممكن يبقى فلان فلاني يعملها احسن وده وقته ومش لازم انا اعملها دلوقتي فانا اسمع للمخي والعقلي وجسمي عشان الحرق الزيادة قوي مش دايما برضو بيكون صحي كل واحد بيعرف حتى هو ايه الليمتس بتاعته في كده فانت او ما تقرب من الليمتس بتاعتك دي قابلها بشوية بحاول اعمل كده مش بعرف كل مرة الصراحة فساعات بحرق برضو ومانتلي بات ازي واموشنل بات ازي جدا بس يعني الراحة دي بتفيدة بسود جدا بالانتروجو دوت بابا سعيد او ان شاء الله بابا معاك في الليمتس اللي جاي لازم ان شاء الله لازم عايزين بعد يا عرفين بس اتعادينها مفاجئة فالنخلل انا 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 اما باك فان باك شخصيا باك شركة وشايف ان انت او فاوندرز اصلا لفكرة الـ tryban development في حد ذاتها فأكسايت دا واشوف ازاي اللاجتي بتاعاتك والتاريخ ده يبقى ترانسليتت ان شاء الله اشتركوا في القناة إنشاء الله شكرا